يعطيكم ألف عافية وصفتنا لليوم البرياني طبعاً في وصفات كثيرة للبرياني أنا هيتعتبر إلي الوصفة الثانية إن شاء الله رح أعطلكم رابط الوصفة الأولى أسفل الفيديو تعالوا نشوف طريق التحذير البرياني السريع في البداية هون رح نحتاج بصل مقطع تقريباً هون استخدمت حبتين بصل كبار فرمتم على الفررامة وهلو هون رح نشوّح البصل مع الليزيت رح نحتاج كمان معلقة كبيرة من معجون الزنجبيل في حال مش متوفرانكم معجون الزنجبيل ممكن تحطوا الزنجبيل فريش يا أما تبرشوه على المبرشة ويا أما تطحنوه مع البصل رح نحتاج كمان لومي مع عيدان القرفة ورح نحتاج برق غار رح أحكي هون بالنسبة للبهارات اللي استخدمتها استخدمت ابهارات البرياني مع ابهارات الكاري تقريباً ما لقى كبير ابهارات برياني وما لقى كبير من ابهارات الكاري طبعاً الكاري طعم أكثر من رائع مع البرياني ورح نحط كمان ملح بالإضافة للفلفل الأسود تقريباً هاي البهارات اللي رح نستخدمها بالوصفة رح نقلب كلياته مع البصل وهلا هون رح أحكي عن الدجاج الدجاج اللي استخدمته هون تقريباً وزن 1300 جرام ولازم قطع الدجاج عنا تكون قطع صغيرة ممكن تستخدموا كمان سدور الدجاج وتقطعوها مكعبات بعد ما نقلب الدجاج بالخلطة تحاولوا تقلبوه منيح رح نحط المي ونترك الدجاج يغلي بالخلطة لما يصير هون عنا تقريباً ربع الاستواء لما يصير عنا تقريباً زي ما حكيت لكم ربع الاستواء رح نحط رب البندورة تقريباً هون رح أحط ثلاث ملاعق كبار من رب البندورة بالإضافة إلى ثلاث ملاعق كبار من لبن الزبادي هلا هيك نخلط المكونات مع بعض ومنغط الطنجرة حتى يتسبكوا رح هكي هون رح أستخدم بطاطا طبعاً كمية البطاطا حسب ما بدكم أنا هون استخدمت حبتين كبار بطاطا وقطعتهم مكعبات بنحط البطاطا اللي ما يصير عنا ثلاثة ربع الاستواء لأن إحنا البطاطا ما بدنا إياها تحلط بدنا إياها تظلها ماسكة حالها هلا هون زي ما حكيت لكم بنحطه بعد ثلاثة ربع الاستواء لما نطفي على الخلطة رح نحط الكزبرة طبعاً الكزبرة أفضل إشي إن كنت تحطوها آخر إشي حتى تعطيك النكهة المميزة وما تروح نكهتها بتظلها مع الدجاج نكهة أطيب طبعاً مع الخلطة كلياتها هلو هون رح نحكي عن الأرز طبعاً بالنسبة للرز هون رح نحتاج مي سخنة رح نسلق الأرز رح نحط في الميت السلق لومي مع القرفة مع الزيت تقريباً مع لقة كبيرة مع الملح الأرز هون استخدم ثلاث كاسات كبار من الرز غسلتهم ونقعتهم تقريباً عشر دقائق وصفيتهم من المي وحطيتهم في المي السخنة لازم هون عندنا الرز يوصل لثلاثة ارباع الاستواء ورح يكمل الاستواء في الطنجرة رح نصوف فيها الأكل هلو هون بناخد الرز من صفي من المي ومن حضر الطنجرة هون رح أحط تقريباً معلقتين كبار مي في البداية ورح أحط أول طبقة من الرز بعدين رح نحط طبقة من خلطة الدجاج اللي عملناها طبعاً بين كل طبقة وطبقة حطوا رشة ملح صغيرة ورح أحط كمان شوي من الكزبرة ورح أحط طبقة أرز وبعدين طبقة الدجاج أهم شي إن كنت سكروا الطنجرة بطبقة رز طبعاً هون إحنا رح نترك الطنجرة تقريباً نص ساعة على أوطى درجة حرارة أو ممكن تتركوها ثلاث ساعة حسب الفرن عنكم حتى إيش إنه الرز يكمل عنا استواء هلا هون الطبقة هاي رح أسكرها بالرز وآخر إشي رح نذوب تقريباً ربع معلقة صغيرة من بودرة الزافران مع معلقتين كبار من المي السخنة ونحطهم على الوجه جب حكتكم رح نسكر الطنجرة ونتركها على أوطى إشي في الغاز عندكم من ثلاث ساعة لنص ساعة حتى يكمل رجوز الاستواء هل هون رح نحكي عن طريقة الصب يا أما بتصبوا من فوق لتحت زي ما أنا هون صبيت يا أما أنكبت قلبوا الطنجرة أنا هون صبيت من فوق لتحت طبعاً ما تتخيلوا الوصفة أكثر من رائعة وما تتخيلوا قداشها طيبة في العزايم وأنا بسميها البريان السريع لأنها ممكن تعملوها بأي وقت وما بتأخذ معاكم وقت ونتجتها أكثر من رائعة طبعاً تزيني الوجه زي ما بدكم أنا هون زينتوا بالكزبرة والمكسرات ممكن تزينوه بالبصل المقلي بس أنا هاي الوصفة ما حتت فيها بصل مقلي الوصفة الأولى حتت فيها بصل مقلي وحتت بصل مقلي كمان بين الطبقات ممكن كمان تحطوه بهاك عنا وصفتنا صارت جاهزة بتمنى إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو وإشتراك بقناتي وبتمنى أنكوا تستفيدوا من الفيديو ويعطيكم ألف عافية